موسيقى موسيقى أهل وسائل ورحمة بكم بجانب الارتخابات المصيرية في أجواء من الاعتقالات والإيقافات والأحكام ومحاولات استبعاد المرشحين الجديين سألنا عبر الأحكام القضاية أو عبر التعصف الإداري هذا المناخ العامل تقريباً يسود البلاد حول موضوع الانتخابات الرياسية واللحظة الراهنة يستعدني أن أستضيف لكم نائب رئيس جبهة الخلاص الوطني الأستاذ سامير ديلو أستاذ مرحباً بك أهلاً سهلاً إذن نهايت منذ قليل تقريباً زيارتك لعدد من المعتقلين والمعتقلات السياسية والسياسيات كانت قلنا منزلت سامير ما هي ظروف الاعتقال كيف هي معانيات المعتقلين وثم ما هو موقفه مما يجب الآن في الساحة السياسية أولاً المعنويات جيدة سواءً بالنسبة لسنية سيهان جوار بن بارك عبد الحميد الشباسي يعني في منوبة وفي المرنقية ولكن ظروف السجن كما تعرفوا في حر الصيف صعبة جداً مع الأحساس بالظلم لأنه الجميع يعرف أنه الناس هدوه مش مجرمين هما مناضلين سياسيين مختلفين المشارب ولكن أيضاً مختلفين الممارسة بعضهم صحافي محاني كما سنية بعضهم مناضل سياسي بعضهم أكاديمي مناضل سياسي في نفس الوقت كما جوهروا وغيرهم من اللي ما ذكرتهمش ولكن بيجمع بين كل هؤلاء أنهم قالوا كلمة وقت اللي برشها سكتوا فقالوا الوحن في السجن بملفات فيها برشها ما يتقالوا قلناه في برشها مناسبات الكلام هدايا وخاصة اللي كل مرة نقولوه ونعودوه أنه في ظل الظروف اللي يعيشها القضاء حالياً لا مجال الحديث عن المحاكمة العادلة أكيد حكيت على الوضع السياسي مع عدد من المتقرين ذاتا للتوجه السياسي يعني شنوه قراءتهم ربما اللي ما يسود الان الوضع السياسي كمان كلهم يشعروا بالأسف أنه رجعنا نتابعوا اللي يجري في بلدان أخرى اللي يصير في تونس حالياً الحديث اللي على الإيقافة والاعتقالات وبطاقات الإيداع والتعطيلات المرشحين اللي يتوقع على الثلاثة أكثر من الحديث مش أكثر من الحديث ما تماش حديث عن البرامج أصلاً أنا شخصياً هني متابع ما تماش حديث عن البرامج لأنه رجعت وزارة الداخلية بعد ما خرجت معاملية التخابية بعد الثورة إلا في تأمينها وتحصينها رجعت خصم وحكم وثيقة إدارية الأصل أنه إدارات الدولة فيما بينها تأخذ معطيات ما بين بعضها دول أنك تلزم مترشحة أنه يحصل على وثيقة تمنح حاله إدارة يشرف عليها وزير عينه وأحد المترشحين طيب خنجيب للوضع السياسي نحكيه على وضع المعارضة أولاً في تقديرك؟ وعليش متوحددتش ربما المعارضة على اتخاد موقف موحد من هذه الانتخابات سواء كان مشاركة أو مقاطعة بعض مشارك البعض أعلن مقاطعته للانتخابات البعض أعلن مرافقته للمسار الانتخابي مع الضغط ربما لتحسين ظروف إجراء هذه الانتخابات علمش متوصلتش المعارضة في هذا التحدي الكبير وهذه المناسبة كبيرة الاتخاذ موحد جهود توحددشا إذا انا عمرها ول met Name لانه الاصل ما مش توحد المعارضة الاصل لانه تم قضايا جامعة يكون فيها وحدة الموقف ومش بالدورة وحدة الموقع واحنا قاعدين نشوفه بالتجارب دول العريقة في الديمقراطية ما وصلت توحدة المعارضة كما نقول فرانتو بولير اللي هو ما توحد الا تحت التهديد الجدي لليمين المتطرف تهديد انه يحصل على اغلبية مطلقة وانه توحد نضالي كما وقع في بنجلداش خلف تحركات الطلبة ولكن التاريخ المعارضة في تونس هو تاريخ منافسة تاريخ صراع احيانا حتى صراع بوسائل ميش ديمقراطية برشا ورغم التحدي الكبير اللي قاعدة تشهد البلاد فانه كل محاولات التوحيد سواء حولها قضايا او حولها مرشح او حول شعارات كلها فشلت واخرها محاولة الاستاذ العيش الهماني في الوصول الى مرشح مشترك دي ما بقات نفس الاسباب اللي تمنع التوحد ياما اسباب ايديولوجية فكرية سياسية موروثة من عشرات سنوات الفارطة والاسباب موروثة من تجربة العشرة سنوات الفارطة للبعض كان في الحكم والبعض كان في المعارضة والارث متاع التجربة الثقيلة هذه ملعت التوحد بل وربما جعلته اكثر صعوبة من اللي كان قبل الثورة اللي اسمح بنوع من العمال المشترك خاصة من تجربة ١١ كتوبر فيبعشنا دقريبا جمعتين في حم جمعة التزكيات بين عدد من المترشحين شوفنا تشتت كبير خاصة في العائلة وما يسمى العائلة الديمقراطية كثورية عديد العناصر تقدموا يعني هل تشتت هذا يخدم حقيقة المرشحين الديمقراطيين في تقديرك؟ لماذا لم تتدخل جبهة الخلاص الوطني حتى بالنصف والمرافقة من أجل ربما توحيد جهود هؤلاء الديمقراطيين ذات المنزع الثوري؟ يعني كيف اشترى ربما مسار هذه الترشحات وتشتت عملية جمعة التزكيات؟ فمزوز مستويات الجواب أولا صعوبة جمعة التزكيات مرده الرئيسي ما هوش كثرة الترشحات وإلا التشتت مرده الرئيسي هو أن هيئة الانتخابات هيئة معينة وأنه شرط التزكيات كما شرط البطاقة الثلاثة هي شروط شبه تعجيزية لأنه إذا يبقى شرط التزكيات بالمواصفات هذهكة في ظل الدوائر اللي ضاقت بشكل كبير وتشترط 500 تزكية في 10 دوائر في دوائر اللي أصبحت مع تمديات بعد اللي كانت الدير هاي الولايات شرط شبه تعجيزي واللي خاضوا التجربة هداية يكتشفوا حقيقة الكلام هداية تالي خصوص موقف الجبه الخلاص موقفها واضح جدا نحن نعتبر أنه منذ أن أعلننا موقفنا يعني منذ أشهر أو أسابيع ما تغيرش حاجة كبيرة قلنا أنه شروط التنافس اللي نجم يفتح على التداول غير متوفرة ومش هذا بارك ما ثماش مؤشر أو مؤشرات أنها بش تتوفر واللي صار في الواقع أنه زادت سؤال الأوضاع الانغلاق السياسي المحاكمات تهاطل بطاقات الإداع وزاد على هذا الكل هرسلت المترشيحين المحاكمات للمترشيحين نعرف أنه نحن القضاء يراقب العملية الانتخابية ويسيجها سواء القضاء المالي ولا القضاء الإداري زادنا اختصاص جديد للقضاء العدلي هو الرقاب على السرقة للتقديم الترشيحات يعني ما زالوا المترشيحين محتملين من خلال مرسوم 55 اللي تم سنه في 2022 يعني بعد القلاب اللي صار في 21 جوليا القلاب على المؤسسات واللي هو خلى أنه كل المترشيحين مهددين بأنهم يصدر في حقهم حكم بالإعدام الانتخابي اللي هو المنع من الحق في ترشح مدى الحياة وهذا اللي صار لعدد كبير من المترشيحين بدءاً بلطفي المرايحي انتهاءاً بالدكتور عبد ايفر المكي والمرشح هاري الهمامي والمرشح مراد مسعودي والمرشح نيزار شعري رغم أنها أحكام ابتدائية قبل الاستئناف وما زالت ما يشنافت يعني خلنا احكي معيك سامير ديلو المواطن ترى ان وجبة الخلاص الواطني في موقفها مقاطعة الانتخابات لعدم توفر شروطها لعدم شروط المنافسة نزيلها موقف سليم في تقديرك احنا أولاً لا قررنا المشاركة ولا قررنا المقاطعة قررنا النضال من أجل استفاء شروط المنافسة لأنه انتخابات بدون منافسة وبدون أعمال في التداول ماشي انتخابات هي مجرد عملية اقتراع ووضعني أوراق في الصندوق وبالعكس تنجم تكون تزكي للانحراف ولكن قلنا أن مع حق كل من ينون الترشح في أنهم يمارسوا حق ملايين اللي هو حق دستوري قبل ما يكون حق مواطني ولكن إلى حد الآن كل ما صار بعد ما أعلننا موقفنا في ندوة صحفية أكد صحة موقفنا اللي هو الشروط موجودة حالياً لا تسمح بانتخابات حرة تنافسية نزيهة شروط لا تسمح بانتخابات حرة ونزيهة ستدير مقاطعة لهذا المسار الانتخابي عدم توفر الشروط لحد الآن وعدم انتظار توفر الشروط في المستقبل يدفع جابة خلاص الوطن إلى مقاطعة الانتخابات بشكل واحد هذا يأتي في أوانه وقت ليأتي الأوان بش نعلن المقاطعة أو حاجة أخرى يجي في أوانه ولكن لحد الآن ما زال ما نعرفوش حتى شكون المترشحين ما زالت القائمة نهائية للمترشحين المتنافسين لم تضبط نحن موقفنا محل تحيين دوري ومستمر ولحد الآن ما زال موقفنا قائم اللي هو ملاش مشاركي في الانتخابات ومعركتنا الرئيسية هي معركة استفاء الشروط طيب عدم مشاركتكم في الانتخابات وخوض معركة استفاء شروط تجري الانتخابات نزيهة وشفافة ترى أن هذا القرار يخدم المسار الديمقراطي يخدم ربما عودة المسار الديمقراطي إلى سكته الحقيقية في واقعا تعمل عارضة مشتن وواقعا تعمل عارضة ضعيفة المشاركة ماشي غاية في حد ذاته المشاركة إذا تكون مع العلم بعدم توفر الشروط وعدم القدرة على فرض توفرها هي تزكي الانحراف ولكن إذا كانت تكون مشاركة نيضالية يتغير الأمر على كل حال نحن كجبتين مشاركة نيضالية كيفاش؟ مشاركة نيضالية اللي يتبناها بعض المترشيحين من حيث إقامة الحجة على الطرف المقابل على السلطة القائمة في المماطلة والتلدد في تسليم بعض الوثاق الإدارية أو المضايقات أو السعيلة تقديم شيكيات ومضايقة قضائية للمترشيحين نحن في جابة الخلاص اخترنا الطريق آخر اللي هو خوض معركة شروط التنافسية للانتخابات وإذا حصل لاحقا أن المعركة يغير بما تخذي نتيجة إيجابية أو تتغير الملابسات العملية الانتخابية لكل حادث حديث نحينه موقفنا ولكن لحال الآن لم يطرق جديد حيث حيثنا يعني أكيد أنكم وقت خريطوا نوقف هذه الموقف مسيرت هذا المساري لحين تحسين شروطه واتخاذ الموقف المناسب بذلك أكيد قريطوا بعض التجارب المقارنة في مقاطعة ومشاركة المشاركة في الانتخابات في الأنضيما الاستبدادية والديكتاتورية يعني في التجارب المقارنة كأننا نحكيوا على تجارب تشيلي ولا بعض تجارب إفريقيا في الديكتاتوريات شوفوا أن المشاركة في الانتخابات هي التي أقصت الديكتاتوريين والمستبدين يعني متمثلين آخر غير الصندوق لإقصاء هؤلاء رغم كل الظروف ورغم كل الملاخات المعادية للانتخابات المزيحة والشافة الكلام هذا يزمن برش التنسيب لأنه قبل ما نشوف التجارب المقارنة نشوفه في تاريخنا في تاريخ تونس قبل الثورة كانت مشاركة بعض قيادات المعارضة أو المعارضة يعني اللطيفة في العملية الانتخابية معارضة السلطة معارضة السلطة دي كل السلطة على الشيء كانت مجرد عارضة تزكية وحتى كانت محاولات من معارضين حقيقين ولكنها لم تصفر على نتيجة إذن المحدد هو هل هناك نافذة لأنه المشاركة تفتح على التداول ولكن الناس كل اللي يعرفوا إلا اللي محابوش يشوفه أنه التداول ولو بنسبة نسبة تكون مش مرتفعة ياسب بيكون ممكن إلاك تكون ثم شروط تنافسية ولكن الوقت اللي ما تحطش المتنافسين على نفس الخط ولا تحت على نفس الأرضية وقتها مش تكون مجرد عملية تزكية للعملية القائمة وإهداء لمشروعية معداش مقاومات طيب قدمت الترشوحات وانتهى وقت تقديم الترشوحات يوم ستة أوت الجاري وتقريبا عرفنا القائمة الأولية من الناس ربما المحتملين أن يتقبلوا في القائمة الأولية ونسأل ممكن أن يترفضوا في تقديرك هل يمكن أن نراكم بعض الفوائد من هذه الترشوحات لإقامة الحجة كما قلت بكري على النظام ولكن مؤخطاء النظام ونحرجوه وربما ونحطوه في الزارية ويتكون بالتالي المشاركة مشاركة إيجابية حقيقة هو ثم زوز ملاحظات أولاً القائمة مزال قدامة زوز محطات المحطة الأولى هي محطة الاستكمال 24 ساعة البطاقة على الثلاثة وثمانية وربعين ساعة لاستكمال التزكيات ثم المحطة الثانية الأكثر أهمية هي محطة التعود خاصة فيما يخص البطاقة الثلاثة اللي هي محجوبة بفعل الممارسة إدارية أنا نعتبرها غالطة واللي هي رجعة وزارة الداخلية عندها اليد الطولة في تمكين المترشحين من ممارسة حقهم الدستور بعد ما ينتهي هذين الكل أكيد أنه اللي صار إلى حد الآن أقام الحجة سواء المحاكمات اللي صارت للمترشحين حرمانهم من الحق في الترشح بعض الأحكام في السجن بهضم حقوق الدفاع وآخرها جلسة يوم الأثنين اللي هي توخرت لأثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة المقبلة بمنطوق ما قالته سيدة رئيسة الجلسة ففوجئنا غير مصدقين بأنه تم إصدار أحكام بشكل سريع وحتى محامي ما اطلع على ملف القضية وهذا هضم فاضح وكبير للحقوق الدفاع هذين كله قاعد يوري للأسف للأسف رجعنا مرة أخرى إلى انتخابات مطؤون في مشروعيتها قبل حتى ما تصير طيب هل تعتبر أنه ربما كثرت المرشحين على قبل قدمه ربما تكتيك ذكي أم هو ربما إعادة لخطاء أبقى لنا فيه في سنة 2019 كثرت المترشحين الترشح الترشح هو حق دستوري وهو تقدير من صاحب سواء كان مستقل وإلا كان حزب هذه مثلا أنه عينها هو من الأفضل لو يكون مرشح الاجتماع حوله كل من يؤمنون بالديمقراطية والحرية والي رافضين حتى دا حرج اللي قاعد يصير نحو الديكتاتورية ورافضين اللي قاعد يصير في القضاء ورافضين التعينات اللي قاعد تصير ولكن للأسف الشديد ما يزمناش نحلم ويزمن نكونوا واقعيين فربما في الأخير أنتم تعرفون والتسويت في الدورة الأول هو التسويت خياط والتسويت في الدورة الثانية والتسويت ترجيح يعني فماك هو أنت فما نصيص أمل ربما أن تكون وتشكل هذه الانتخابات وفوق أنت تحاولوا تغيير في البلاد رغم كل الظروف رغم كل الملاخات السياسية الموجودة بالرسبة لها شخصيا اللي أرجح أقول لا ولكن هذا ما يعنيش نهاية الطريق اللي يؤمن بالديمقراطية ديمقراطية صعيبة ومكلفة وتاخد برشة وقت ويزمها برشة مراكمة وخاصة اللي يؤمن بالعمل السلمي العمل السلمي فيه برشة تضحيات لأنه فيش برشة خيارات عندك كان الكلمة عندك كان القلم عندك كان الصوت تتعبر بيه مجهودك في ظل الظروف هكم تشوفوا معنا وسائل التواصل الاجتماعي والكم منتاع المغالطات والكم منتاع الشتائم والكم منتاع الشمات اللي موجودة وكي تزيد مع هذي كل الحالة الإنكار اللي ما قاعد يصير من التجاوزات والإصرار لأنه نحن قاعدين ما يشوفوا في تاجروا متاع أصلاح وتاجروا متاع إقلاع الشامل يخلي ربما اللي ما عندوش رؤية بعيدة للبلاد وربما يأس ولكن اللي يحب بلاده ومقتنع أنه بلادنا تستهل خير وأنه البلدان اللي عاشوا في ديمقراطية مايشي مؤهلة أكثر منها بيشتغيش في حرية ديمقراطية شي يبقى يحافظ على الأمل ولكن هذا ما يمنع عشانه يكون واقي أنا شخصيا ما نستلاش حاجة كبيرة من الانتخابات اللي هي ولكن إن شاء الله كوهو أبطا خليقوا بصورة سيساميرو نظروا من زاوية أخرى من زاوية ما يراه قيسة سعيد قيسة سعيد يريدوا انتخابات نظيفة حسب تقديره تسامن فيها السلطة إلى الوطنيين الصادقين الوطنيين الصادقين بمعنى أنه يريد أن يخلص العملية الانتخابية من المال الفاسد من الفساد السياسي اللي ربما رافق بعض الانتخابات اللي مابيا ويعتبر أن هذه المحاكمات أو عملية جمعة تسكيات باستعمال المال هي عملية غير شرعية وجرمها المرسوم حكيت عليه مرسوم الثاني وعشرين وبالتالي العملية هي عملية تطيير لهذا المسار عليش مرضوش مزاوية هذية بأنها عملية إيجابية تخدم المسار الانتخابي وتعطي فرصة أكثر للمرشا كلام هذا جيد وقت اللي تسمعوا ولكن واقعيا مشكول لحد أنه ثمم الفاسد السمع السلطة من الجمع التسكيات والقضاء ولكن القضاء في محاكمة عادلة مش في محاكمة للمحامين ما اطلعوش على الملف أنا حاليا القضية صدر فيها حكم يوم الاثنين أنا بعد أيام ما اطلعتش على الملف الحد الآن لا أصلا نطلع على الملف اللي بش نرافع على ضوء هو شي معقول أنه قضية لم يرافع فيها المحامون ولم يطلعوا على الملف نجم نخرج لذائي العام وكله ثم ناس اللي استعملت أموال وحتى اللي ثم شكول بضبط لأنه ثم حتى حد فوق القانون ولكن القانون العادل اللي طبق الجميع بإجراءات عادية مش بإجراءات استعجالية لأقصاء هذا والسماح بالمرور لذاك هذك علاش التوجس من توظيف أجهزة الدولة ما وش من الفراغ أنا ما نتهم حتى حد وحتى شخص ولكن نقوله أنه في ظل الظروف اللي تعيش فيها البلاد في ظل الظروف اللي عيش فيها القضاء في ظل الظروف اللي عيش فيها الآلام وثم أعلمين في الحبس وثم برامج سياسية قاعدة تتوقف البرنامج وفق الآخر الأرضية الأساسية الأرضية الصلبة لعملية انتخابية شفافة ونزيها حتى بمواصفات الانتخابات السابقة رغم كل نقايصها ما ثماش في حدها لأدنى خليني نمشي بمنطق شعبوي ونقدم معك أكثر ونقول الآن إذا كان ربما مصلحة النظام أو مصلحة السلطة في إخساء بعض المرشحين الجديين معقولة لكن ما صلحة النظام والسلطة في أنه تقصي أسماء مجهولة ما عنداش حتى وزن سياسي ليلة الهبماني محمد عبدالدوني زار الشعري يعني ما صلحة السلطة في إقصاء هؤلاء المرشحين الذين لا يشكلون أي خطر على قيس صعي ولا أنا ما نعرفش كون المرشح جدي والمرشح غير جدي يعني لا مظلومة حزبية كم من كم من مترشح كان مترشحا مجهولا والدليل على ذلك أنه حتى السيد قيس صعيد ذاته قبل ما ينجح الانتخابات 2019 ما كانش وراه حزب ولا وراه منظومة ولا عنده قوة كبيرة دعمة جاء بأفكار جاء برؤية وجاء في ومع ديمقراطي ما أقصها حتى حد وتحلت له التلوزها وقام بحملته بجولات في البلاد من أقصها إلى أدناها بدون ما يتعرض له حتى حد وما تعملوش قضية وما اشترتش عليه اشتراطات تعجيزية وصل رئاسة الجمهورية إذن مثلا ما حتى مانع نظريا في أنه شخص بالمواصفات هذه يوصل وثانيا ما معنى هاو وطنين صدقين أنا بالنسبة لي نسبة كل وطنين صدقين إلا ليثبت عليه خيانة أو يثبت عليه تعامل أو يثبت عليه تطبيع مع العدو فيما زاد على ذلك النظرة الوطنين إذا ما تكون أقصائية إذا أنا وطني مش معنى أنت يبقش وطني إلا أنا وياك الاختلفوا سياسيا ولا حتى إديولوجيا نجموا يكونوا مختلفين ولكن تحت سقف الوطن وبالتالي التكفير السياسي هذا خطير جدا لأنه كما التكفير الديني نجمي يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه أيضا التكفير السياسي والاتيام باللاوطنية مسألة خطيرة جدا وفي برشة تجارة في بلدان مش نجم نذكرها أدأت الانتائج وخيمة لأسف شديد طيب تقريبا مع إعلان موعد الانتخابات أو موعد قرر رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين تقريبا تزامن مع إقصاء بعض الرموز السياسية أو الرؤوس للسلطة وزير الشوري الاجتماعية وزير الداخلية وانتهى بإقصاء رئيس الحكومة يعني في تقديرك لماذا تغير السلطة فريقها وخاصة هذه الرؤوس الكبيرة في السلطة وفي مسار انتخابي وفي مسار سياسي ربما يساعد للسلطة القائمة علش في تقديرك تم إقصاء هذه الرؤوس السلطة رئاستها ورئاست حكومتها وكثير مزاراتها بدون نطقين رسمي وبدون فريق أهلامي وبدون خطة تواصلية فيها مقرؤية تجعل من تحليل مجرد رجب الغيب نحن الرئيس الحكومة اللي تمت إقالته بالأمس ما نعرفوش أصلا علش تعين ما أنا شخص مشعول اللي يعرفوه كله ما تماش ما يأهل وأنه يكون في أي منصب في الدولة أعلى أو خفضة ما كنا الرئيس الحكومة الحالي الشخص معروف ومحترم وعنده كفاء ولكن اللي قبله لم كان حتى أحد يعرفه ولكن كيمة عين السيدة النجلة وبعد جاء سيدة عبد الحشاني حتى واحد ما يعرف علش تعين وعلش تنحب بينما بالأصل أنه الشخص يتعين وفق برنامج وفق رؤية ويقدم يحكم عن الجمهور ويحكم عن الناس ويقول شعبي العزيز ها برنامجي وهاي رؤيتي ومن بعد يتحاسم شنو حقق منها وشنو ما حققش باش اللي يجي من بعد ويراكم تكون بعملية الاحتفاظ وتجاوز احتفاظ كل ما ويجيبي وتجاوز السلبية وراكم ولكن نحنا بقينا ديما في يعني ما نبنيوش ما نراكموش وذلك عليش اليوم لا نعرف عليش نحو زير التربية لا نعرف عليش نحو زير الشؤون الاجتماعية لا نعرف عليش نحو زير ثم حتى حد ما يعرف لأنه السلطة لا تخطبوا شعبها ولا تفسروا لا طيب خطاب قليص عيد في الأول الأخير ظهر عليه بعض التدوتر في تقديرك شنو سبب هذا التدوتر لا نحبش نشخص ولكن خطاب السلطة بشكل عام فيما عدا ربما استثناء وحيية مرة الناس يعرف وقتش كان خطاب العنيفة في اتيامات المعارضة ولا نقول أنه هذا موشي إيجابي للبلاد الأصل أنه الخطاب يكون خطاب بناء يكون خطاب منفتح يقول رأي تونس لكل التونسيين المسؤول مهما كان يبتسم في وجه شعبه ويفتح له باب للأمل تفضلوا خدمة البلاد كلهم في موقعه مجمون اختلفوا سياسيا ولكن نجم تجتمع طاقات ممشهودنا لخدمة البلاد للأسف الشديد خطاب السلطة منذ فترة خطاب إقصائي وعادة ما يأتي الفعل بعد القول بعد الخطاب العنيف يجي العنف عبر أجهزة الدولة سواء بالإيقافات أو المحاكمات إذا قلنا أنه قيسة سعيد كان خيارا أو كان الانقلاب كان خيار قددت ربما المنظومة القديمة وبعض الجهات ساهمت فيه يعني هل مازالت هذه المنظومة وهذه الجهات تراهن على قيسة سعيد كرئيس مستقبلي لخمسة سنوات قادمة ربما تزيد في مقدار أو نصيب الألعاب في إلي ربما شدناه في السنوات الماضية أنا ما عنديش المعلومة أنه ثم شكون راهن ولا أنه ثم قوة خفية قاعدة سايف الأمور أنا منش يسر تفسير التآمري أنا بالنسبة اللي صار هو إجتهاد من شخص عنده سلطة وفق نص قانوني اللي هو الفصل الثمانين أنا في تقدير ومنش وكان مسنوداً بجهات أمنية وعسكرية لحط الدبابة أمام البرلمان هي بجهة عسكرية هذا في مستوى ثاني أنا في تقدير الاجتهاد هذا أولاً الاجتهاد خاطئ عبرت لهذا أكثر من مرة المؤسسات القوة صلبة في البلاد هي مؤسسات منضبطة تؤمر فتطيع وبالتالي أنا ما نحمل شيء المسؤولية ولكن مقول الاجتهاد اللي صار اجتهاد خاطئ وجرع على البلاد مآسي كثيرة رجعت العائلات شد صفوف قدام الحبوسات اللي صار في القضاء غير مسبوك ولكن الأخطر من هذا هو المجتمع تقسمه وكي تشوف اللي يصير في الفضاء الافتراضي حالة من التاششمات أو حالة من التشفي وحالة من الحقد وخاصة أضعنا وقت طويل على الشعب التونسي ما نشعارف إذا كان ثم قدرة باش نقيمه ماديا شنية الخسائر اللي صارت بسبب أنه عاصمة البلاد بقات بدون مسؤول أول بدون والي لمدة أشهر طويلة جدا أنه عاصمة الاقتصادية بقات بدون والي لمدة أشهر طويلة جدا اللي هما فيهم تحديات كبيرة تعرفوا تحدي المهاجرين في الوافدين في إصفاق بصورة خاصة أنه العديد من ولاية الأخرى أنه العديد من الإصفارات أنه تقع تعينات منفهم عليش ثم يقع تراجع فيها منفهم عليش هذا يضيع وقت كبير على تونس إن شاء الله يجي وقت ندركه طيب وين عقل الدولة في هذا القني الأصلا عقل الدولة هو عقل جامعي وأنه في التجارب الديمقراطية يتم إدارة الخلاف بشكل سلس وبتحكيم النص الأعلى اللي هو الدستور للأسف في الشديد وقت يصار اختلاف في 2021 خاصة ما تمش حسمه بالدستور تم حسمه ظاهريا وشكليا بالدستور ولكن تم حسمه بالقوة اللي تحط في بوابة البرلمان ما وش فصل القانوني اللي تحط في بوابة البرلمان هو مدرعة اللي تم به مواجهة الخصوم والفرقات السياسيين ما وش الحجة والإقناع والاحتكام للشعب ولكن الأمر الواقع والمحاكمات والسجون والإقصاء السياسي والمادي الجسدي طيب هل هناك أمل في أنه الدولة يعود إليها رجدها يعود تعود إلى التعقل ترجع إلى الصواب التاحة وتوقف الدولة حقيقة من هذا السقوط وهذا التهامل الدولة كان معنوية فيه أشياء محسوسة وفيه مؤسسات وفيه تقاليد ولكن اللي يجب يرجع لرشده هما الأفراد اللي يعيشوا على الأرض متع الدولة هذه واللي هما اللي يسوقوا القوانين هما اللي يسوقوا الدستير وهما اللي يصنروا الأحكام باسم الشعب التونسي في المحاكمات الناس هذوم الكل اللي يجب يشوفوا الجغرافية وفي العايشين مش نية التحديات ولكن خاصة النظام يحسن قراءة التاريخ نرجع لجبهة الخلاص في تقديرك ناجحة جبهة الخلاص في إحراز ربنانيقات سياسية في مقاومة الانقلاب تول هذه المدة منذ أبريل 22 تقريبا منذ تأسيسها إلى اليوم كيف تقيم عمل جبهة الخلاص الوطني في مقاومة الانقلاب وفي هذه المقاومة السياسية المدنية للانقلاب قادرة على ما هو أفضل كانت قادرة على ما هو أفضل ولكن في ظل الظروف اللي عاشتها البلاد واللي عاشتها الجبهة ما ننساوش أنه وعداد كبير من قيادات الجبهة تم اتيامهم بالتأامر وعداد كبير من قياداتها موجودين في السجون والبعض حاكم ودخل السجون وخرجوا يعني عمل جبهة الخلاص الوطني توقف على زوزة وثلاثة قيادات لا أنا ما قلتش توقف قلت قادرة على ما هو أفضل يعني أنجزت الكثير ولكن الكثير لما ينجز في ظل الظروف صعبة جدا الإيقافية تعقل عمل الجبهة ما ننساوش أنه توقفت شايمة توقف رضاء توقف جوهر أنه قيادات كبيرة من حركة النهضة توقفت وهي مكونات رئيسية لحركة لجبهة الخلاص الوطني وخاصة في ظل زهد الناس في السياسة وفي ظل حاملة الشيطنة والتشوية للتجربة الديمقراطية السابقة والقبضة الحديدية اللي استعملتها للسلطة إغلاق مقارات حركة النهضة إغلاق المقار اللي كانت تجتمع فيه وتنشط فيه جبهة الخلاص الوطني ومقار أحد الأطراف السياسية المكونة لها حركة وسيرادة هذي الكل العطلة اللي جبهة ولكن تصوروا المرحلة السابقة من جوليا 21 اليوم لو لا تحركات الجبهة في الشهراء من مسيرات من تحركات من تجمعات من اجتماعات من اعتصامات من اجتماعات بالعائلات من وقفات أسبوعية لمسالة المساجين وتعريف بالمظالم المسلطة عليهم وإبقاء قضيتهم حية هذي الكل ماهوش ساهل واللي ساهرين على تعهدوا رعايته يعرفوا جيدا صعوده في ظل ظروف تعشفها طيب أي مستقبل جبهة جبهة الخلاص الوطني وشني تحديات ربما المفروض عليها المستقبل جبهة خلاص الوطني هي تجمع من أطراف سياسية ومجتمعية ومجتمع المدني الغاية منها هي النضاعب المدني السلمي من أجل إنقاذ الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات ما يشتجمع انتخابي ما يشتجمع السياسي ولكن إذا كان البلاد ترجع للسكة الديمقراطية لكل حادث الحديث وقتها ترجع للممارسة الديمقراطية العادية ولكن للأسف الشديد حاليا مجرد الحديث على العمل السياسي في ظل اختفال الأحزاب في ظل ضمور الأحزاب وضعفها لون باب تجاوص هل تستشف ربما انفراجا في وقع الحقوق والحريات قبيل الانتخابات أو بعدها مهما كان الفائز في الانتخابات وفق المؤشرات الحالية لا ولكن مدامة هناك حياة هناك أمل والمناظر عمره ما يزم يفقد الأمل وعمره لا يفقد الاستعداد للتضحية ولكن كل المؤشرات الحالية تقول أنه الإيقاع اللي عايش عليها البلاد موش إيقاع عن انفتاح حاليا السجون ليس قاعد يوقص فيها عدد المتقليم السياسيين قاعد تزيد بشكل دوري متوسط طيب سامير ديلو ناشط سياسي ناشط حقوقي خاض عديد التجارب سواء كان الحقوقية والسياسية قيادي في حزب كبير كان حزب حاكم قيادي الآن في جبهة الخلاص الوطني خض التجربة كنائب في البرلمان خض التجربة كوزين وكعضو في أحد الحكومات كان تقيم ربما وين فشلت التجربة تجربة الانتقال الديمقراطي بهذا المنظور من هذا المنظور تجربة الانتقال الديمقراطي ما كانش عندها رافعة اجتماعيا الثورة ضحات من أجل النخب ولكن اللي نزلوا للشوارع نزلوا شوارع شباب ولكن المشباب فقط كان الشعب نزل الشوارع في أنحاء البلاد بدون قيادة سياسية ومن بعض عبر القصبة واحد وقصبة اثنين كان تم خيار نحو البناء التأسيسي تم إضاءة كثير من الوقت في نقاشات الوقت ذلك كان من الممكن استغلاله في تحقيق بعض المكاسب اللي تخلي الشعب من خلال المكاسب البسيطة يصبر على الإصلاحات الكبرى والغلطة المقاتلة والمميتة للنخبة السياسية هي أن تصورت أن تحصلت الثورة بما يكفي لمنع الانقلاب عليها ولكن للأسف شديد كان تصور غلط لأن تحسين الثورة كان يكون بمش بقانون مش بإجراء وإنما بتوسيع بالانفتاح وتوسيع المؤمنين بها والمراهنين عليها هذي اللي مصار هو ذي اللي خلى أنه وقت تم الانقلاب على المصار الديمقراطي تم شكون خرج واحتفل بهذا وأنا رجعنا إلى أن خرجنا من الشعب التونسي أسوأ ما فيه بعد ما الثورة خرجت أفضل ما فيه وبعد ما استقبال الشقاء اللي به نخرج أحسن من الشعب التونسي التجربة الوافدين من جنوب بالصحراء خرجت أسوأ ما فيه جزء من الشعب التونسي وحالة الشماتة فيما يتعرضون لبعض المعارضين السياسيين والتشفي خرجت أسوأ ما فيه جزء من الشعب التونسي وصلنا إلى التجربة أصبح الخطاب الشعب وخطاب مغري ولكن في كل التجرب المقارنة الخطاب الشعب هو مثل النار المشتعلة في الأورى في الورق ما تدوم وأنه في الأخير باش نضحيه ولكن باش ترجع الديمقراطية البلد لأن الثورة ماشي حدث بسيط الثورة هي حدث أجازي في التاريخ وما نساوش أنه ثم ناس تولدوا وعاشوا في فرنسا بعد الثورة فرنسية وما بنسبة لهم الثورة الفرنسية هي تجربة فشل مطلق رجعت للملوكية والإمبراطورية وقطعت الرؤوس وجاعوا الناس ولكن في الأخير بعد فترة من التدافع تستقرر الأمور نحن إن شاء الله رب يجنب بلادنا وجنب شعبنا أي هزات وإن شاء الله التجربة الديمقراطية الثانية تم بأخف الأضرار وتم بشكل سلمي ومدني ولم لا بشكل ديمقراطي بالانتخابات وبالتصويت كل المؤشرات حاليا تقول أنه للأسف هذا غير متاح في الانتخابات هدايا ولكن من يدري إن شاء الله كون فالت بي كرجل قانون شنوريك الأحكام اللي تقصي المترشحين من خوض الانتخابات مدى الحياة اللي جيبية مرسومة في 2012 لا المرسوم غير دستوري أولا غير دستوري وثانيا أنه المحاكمات هذه لم تتوفر فيها على أقل المحاكمات الأخيرة لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة وديسة فيها حق الدفاع دوسا كاملا أنا ما عندي حتى شك في أن القضية دي كتوصل لمحكمة التعقيب ولكن إن شاء الله قبل إن شاء الله يلغى في السناف أنه كتوصل لقدام محكمة التعقيب من عشر المستحيلات أنه محكمة التعقيب تقبل أنه قضية لا يمكن فيها المحامي بلأنه يطلع على ملف القضية ويسدو الحكم دون أن يطلع على الملف ودون أن يترافع أنه متعتبر شيئا هضم لحقوق دفاع ثم حويش أبسط من هذا بكثير ونقضت فيها أحكام وانتبرت هضم لحقوق دفاع فالمسألة هذه غير مقبولة مطلقا وذلك عليش نعتبر أنه عملية الإعدام الانتخابية هي غير مقبولة وغير منطقية وغير قانونية وغير دستورية محاولات كثيرة عملها قيسة سعيد لمحاصرة الإعلام أخيرها زيارته للإذاعة الوطنية وتشجيعه لخوض الإذاعة الوطنية لما يسميه بحرب التحرر الوطني سنبدأ لتواجه رسالة للإعلام في هذه اللحظة المقصدية لنعيشها وهي رحلة الانتخابات الرئيسية رغم كل ما فيها ورغم كل الشوايب والعقبة والملائك غير التنافس لكم تحكي عليكم فقط أن نذكر كل عاملين في الإذاعة الوطنية بالشعار اللي ترفع بعد ثورة الإذاعة الوطنية صوتكم الذي حررتمه فقط طيب عديد الأسماء اللي يتقدم للترشح للانتخابات الرئيسية من الصفة الديمقراطية لو كان نعطيك أسماء وربما تقيم هذه الأسماء من ناحية انتماء للعائلة الديمقراطية والثورية علن الصافي سعيد وذاكر لهيذب والعيش الزمان وهذا تقريبا تعرف المطلات الصافي سعيد من خلال مواطنون عيش الزمان من خلال زمانته في البرلمان وذاكر لهيذب من خلال زمانته على الأقل السياسية منذ كان في التيارة الديمقراطية يعني أيها أقرب أيها هذه المرشحين الأقرب للتيارة الثورية الديمقراطية كلهم ولكن مش هذبارك ثم أيضا نعمة في المكي وثم أيضا نعمة الدائمة كل مضم في العائلة الديمقراطية اللي يؤمنوا بالحرية ويؤمنوا بحقوق الإنسان ويؤمنوا أن البلاد هذه شعبها ضحة من أجل الثورة وأنه يستاهل الواقع خيرا من العيش وحاليا هل أنت معترش على من العسكريين في الانتخابات بصراحة أنا نعمة بحق المواطنين لأنه العسكري وقت يخرج من الخدمة ولي مواطن عادي من دام القانون ما يملعوش ما شوفش على الشي نعم ما تولي عملية تقييم حسب ما يطرحو حسب برنامج ورؤاه ولكن ما شوفش أنه عندهم حقوق أقل من غيرهم يعني ما تماش خوف ربما أنا شخصيين ما عنديش ما عنديش مانعة بقى من بعض التقدير هو وفق الشخصية بتاع الشخص المعني تاريخه التصريحات أداءه التوجه اللي ممكن يحث والأمال اللي ممكن يفتحه وهذا ينتبق على الجميع المخاطر في الأداء تنجم جيه مدني وتنجم جيه من عسكري عندنا نحن سوار باب عسكري ولكن نسلم الحكم الديموقراطيين وعن أسادة متاع القانون استفلوا الحكم طيب منش ناسة اللي كنتي متفايلة ولا متشاهم لأنه تقريبا الحوار بكل ذات منحة ومنزع تشاؤمي لكن خليلي كلمة أخيرة كلمة أخيرة نقول للشعب التونسي ما تخافش تخافش تمشي تزكي ما تشاه ما تخافش تمشي تصوت ما تشاه ما تخافش مش تقاطع إذا كان اقتناعت بالمقاطعة ما تخافش مش تقول لا للظلم إذا كان اقتناعت أنه ثم ظلم ما تخافش مش تقول هذا صحيح إذا كان ثم إجراء صحيح ما تخليش الناس اللي يعملوا حملات في العالم الافتراضي اللي يتشويه الناس يخليهمش يأثروا فيك ما تخليش كون يحاول يشريك لأنه البشر التونسي وعزيز ومكرم لا يباع ولا يشترى ونحب أبو رئيس جمعة خلاص الوطنية وسيد سيمردين وشكرا لك على كل ما فاتنا به شكرا لكم على حسن المتابعة نمتقل في عدد جديد من اللقاء خلاص إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله إلى اللقاء